تعالى بقى نتكلم على الفريق الأول اللي أكيد بيستمر فيه تدريباته بشكل يومي فيه أيام بتبقى التدريبات على فترة واحدة وأيام التدريبات تبقى على فترتين إن بارح كان على فترتين النهاردة كانت فترة واحدة صباحا الساعة 9 الصبح وأكيد تدريبات زي ما حارككم شايفين كده في الصورة تدريبات كانت مهمة في إطار الاستعداد لمبارات المقاولون العرب يوم 27 من الشهر الجاري في ربع نهائي بتولد كاس مصر النهاردة المران شمل عدد كبير جدا من الفقرات المهمة يعني الأول كان فيه اجتماع مارس الكولر وبعض التعليمات للعبين خلال الاجتماع ده تعليمات فنية كلها أندريس أندويا مدرب الأحمال يعني عمل بعض الفقرات البدنية بالقرة في بداية المران والكابتن سامي أمصان فقرة خاصة بتدريب اللعبين على التصيب على المرمى كمان محمود متولي ده في شق الإصابات يعني محمود متولي بيواصل تدريباته التأهيلية للعودة للملعب بعد إصابته مع المنتخب الأخير في المعاصر الأخير في العضلة الخلفية أعتقد محمود متولي قدامه 3-4 عسابيع يعني يعني ربما ربما يلحق أول مباراة للأهلي في الدوري في الكهات الصعبة أو يعني طبعا فرص صعبة جدا مفيش مشكلة بالمناسبة يعني آه محمود متولي ماشي بشكل كويس ورائع خلال الكم مطش الست مطشات لعبهم مع النادي الأهلي لكن الأهلي في كل الأحوال عنده عناصر كويس في خط الدفاع آه في أيمن أصرف برضو بيغيب لكن عنده قرام ربيعة وعنده كاسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم فرصه بتتزايد طبعا للمشاركة بعد كمان وصول واقل وجه اللي يساعده إن شاء الله بعد ما كان أجرى جراحة في الأنف يعني فالأمور ماشي بشكل كويس آخر المران كان فيه تأسيمة قوية شارك فيها كل اللعبين وظهروا بأداء جيد ده طبعا كان تحت إشراف مارشل كولر المدير الفني للفريق بكرة هتكون راحة سلبية للفرقة كلها وبعد كده يرجعوا بعد بكرة لاستئناف التدريبات والاستعداد لمؤمرات المقاولين وبالمناسبة العناصر الدولية الموجودة على منطقة مصر أكيد برضو هي وصلوا خلاص القاهرة من الكويت وبكرة راحة وهينضموا التدريبات بشكل مباشر مع الفريق بعد بكرة هتقوم بس الناس على حمدي فتحي لأن حمدي فتحي تعرض لإصابة عضلية مع المنتخب عشان كده مشاركش في مرات مبارح الإصابة كانت أول مبارح بالتحديد حمدي فتحي إصابته مش كبيرة الحمد لله الأمور جيدة إصابة خفيفة للغاية إجهات بسيط قوي ما أعتقدش أنه هيعطله عن مطش المقاولين حتى المقبل بس هيتم من متابعة الحالة بتاعته والتقرير هيوصل للجاز فاني النادي الأهلي من دكتور محمد أبو العلا طبيب منتخبنا الوطني فالأمور جيدة بالنسبة للحمدي ما تقلقوش خالص وديانجي كمان بيشارك بشكل جيد في التدريبات الجماعية خلاص وأصبح جايز فإن شاء الله نتمنى كل التوفيق للفريق خلال المرحلة المقبلة